اتذ ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الظال أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادنوا أهل الكتاب إلا بالذين أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنحل إلينا وأنحل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنحلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا الأغتاب يبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوثوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات في ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يتفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يدنى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم سهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولأولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأفينهم بغتكا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن تجهل من أحيصة بالكافرين يوم يغشامه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو قربا كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإذاي فاعبدون كل نقف ذائقة يبوت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم إلى الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها نعم أجل العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوتلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق الحماوات والأرض وكفر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يضحكون الله يمسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل حمد إله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له والعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعموا الله مقرصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكبروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن تا جعلنا حرما آمنا ويتخطط الناس بالحول أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يذكرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كلب بالحق لما جاءه أليس في جهن ممتوى لكافرين والذين جاهدوا فينا لنهديا لهم شبننا وإن الله لما علم الشبين سورة الغدوم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام قل بطرون في أدنى الأرض وهو من بعد ولدهم سيغلدون في بضع سبيل لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعلى الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآفرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في الأرض فينظروا كيف كان عاتبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأساروا الأرض وعملوها أكثر مما عملوها وعملوها أكثر مما عملوها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاتبة الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلطة ما يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يريح المجرمون ولم يكن لهم من شركاء شفعاء وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعلموا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكربوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محقرون فسبحان الله حين ترسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يفرج الحي من الميت ويفرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تفرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أجواجا لتشكدوا إليها وجعل بينكم موتة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف والسدتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته بنامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خرفا وصمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يمنأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رسقناكم فأنتم فيه سواء تخاصوا لهم تخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ولذب عادين ظلموا أهواءهم بغن علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقل وجهة للدين حنيفا فطرة الله التي خطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيب ولكن أثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرهوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسى الناس فرهم فعوا ربهم مذيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكبروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقذر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآكذ القوبى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من زكاة إن تريدون وجه الله فأولئك هم المفعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يبيتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يسركون ظهر الفساد في البرب والبحر ويحرم فاكثبت أيب التاسر يذيقهم بعض الذي عرموا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقب وجهك للدين القيب من قبل إن يأكل يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعلموا الصالحات من قبل إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسلم يا حرب الشراط وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قرمهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أدرا وكان حقا علينا نسر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كففا فترى المدق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحجي الأرض بعد موتنا إن ذلك لمحجي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي حنفر أو مصفر ولغلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مددين وما أرتب هذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشعبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقصب المجرمون ما لبتوا ضلع ساعة فذلك كانوا يقفكون فقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبذتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا بعذ عدهم ولا هم يشفع تبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن من الذين كفروا إن أنتم إلا مرطلون فذلك يصبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصدر إن وعب الله حب ولا يستقف فنك الذين لا يوقنون سورة اللقمان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحديد هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الأصلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا كتنا عليه آياتنا وإلا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم صالدين فيها وعلى الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسل أن تميد بكم ومت فيها من كتباب وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل خوز كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله رميل الحبيب وإن قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له الظلم العظيم ووصينا الإنسان بوالديه وإليه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين لإشتره ولوالديك إلي المصير وإن جاهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مغزعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون الطال حبة من خردل فتكون في صفرة فتكون في صفرة أو في السباوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف الخبير يا بني يا قم الصلاة واتمر بالمعروف وأنها عليم ترمش من على ما أصابك إن ذلك من عزم الغبور ولا تحعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مبتال فقور وقصد فيه مشهك واقض من صوتك إما أن ترى الأصوات لصوت الحمير ألم أروا أن الله تخفر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعبه وعنرة وباقلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هؤلاء ولا كتاب ثمين وإذا قل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استنسك بالعروة الأفطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحجنك كفره إلينا مغدعهم فننبئهم بما علموا إن الله عليم لذات السدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل ولكن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحم لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحبيب ولو أن ما في الأرض من شهرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت لبات الله إن الله عزيز حكيم ما خيقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسفر الشمس والقبر كل يجري كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعمل خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الكل تتجري في البحر بنعمة الله ليكن من آياته إن في ذلك لآياته لكل صدار شكور وإذا غشيهم موجر كالذل أعلم الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحب بآياتنا إلا كل غدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجري والد عن والده ولا موجود هو جاد عن والده شيئا إن وعن الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده عين الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علم صبير سورة سجدة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا من تنزيل الكتاب لا ويبخيه من رب العالمين أم يقولوا لا اختراه بل هو الحق من رب سبت تنبر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم ينتدون الله الذي خلق الحماوات والأرض وما بينهما في شفة يهياب ثم اختوى على العرح ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يذكر الأمر من السماء إلى الأرض كما يعرض إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عامد الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من صين ثم جعل نسله من شلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأبجدة قليلا ما تشكرون وقالوا أيدا ضلل لأ في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بمقاء ربهم كافرون قل يد وفاكم ملك البرد الذي هم كل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إلي المجرمون لكن رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وثمعنا فرجعنا نعما صالحا إنا موقنون ولو سرنا لآتينا كل نقص هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا لس للاكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم فعمرون إنما يقمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحض ربهم وهو لا يستسبرون فتجافى جنوبهم عن المطاقع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم لخص ما أبقي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مقمنا كمن كان فاحقا لا يسترون أما الذين آمنوا وعلموا الصالحات فيهم جنات المأوى نجلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فبكواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها يبعيدوا فيها وقيل لهم توطوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكثر لعلهم يربعون ومن أعلم إن من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موحى الكتاب فلا تكون في برية من لقائه وجعلناهم دل بني إشراء وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما خبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن عربك هو يرسل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يغتلكون أولم يهدنهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمسون في مساكنهم إن في ذلك لا يأذر أفلا يسمعون أولم يروا أننا نشوق الماء أن الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون مدى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون سور أحزاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي التقنان ولا تصعي الكافرين والملافقين إن الله كان عليما حكما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوتل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جنفه وما جعل أجواجكم ألا تباهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم فناح فيما أخطأتم به ولكن ما يتعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأسواجهم أمهاتهم وأولو الأرحى ببعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوحين وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لتافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وتغنون بالله الظذونا هناك ابتني المؤمنون وجنسلوا زنسالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضا ما وعدنا الله ورسوله إلا ظرورا وإذ قال الصائفة منهم يا أهل يذرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عرة وما هي بعرة إن يريدون إلا فرارا ولو جهلت عليهم من أقصالها ثم سحلوا الفتة لآتعوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا معاهد الله من قبل لا يولون الأذبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررهم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سموءا أو أراد بكم رحمة ولي يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين من إخوانهم ألم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من البلد فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنسنة حداد أشحة على القرير أولئك لم يؤمنوا فأحبق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحساب لم ينهبوا وإن يأتي الأحساب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله بسوة حسنة لمن كان يرزو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المبنون الأحساب قالوا هذا أبا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ثبديلا ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بضيطهم لم ينالوا خيرا وكفى الله لمكملين القتال وكان الله طبيا عزيزا وأنسل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأوضركم أرضهم وديارهم وأبوالهم وأرضا لم تقعوها وكان الله على كل شيء طبيرا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَجْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِذْنَا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكم سراحا جميلا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِذْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَذَّ لِمُحْسِنَاتِ بِإِنْ كُنْتَ أَجْرًا عظيمًا يَا نِخَاءَ النَّبِي مَنْ يَلْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَدْ